في ظل الموجة الحارة شديدة الارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد لتاقة أعلنت وزارتاء الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لساعة إضافية وأكدت الوزارتان أن قرار جاء حفاظا على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية أكدت الحكومة أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تأتي في إطار جهود الدولة للتصدي وتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ فضلا عن التصدي لمشكلات التصحر جاء ذلك خلال تقرير استعرضته وزارة الزراعة حول ما تم إنجازه ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس أسيسي في مرحلتيها الأولى والثانية والتي شملت 13 محافظة حتى الآن وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها في الطرق والجزر الوسطى بالطرق والظهير الصحراوي للمحافظات بالإضافة إلى نطاق الجهات الحكومية وكذلك مداخل المدن والقرى صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى تريليوني دولار عام 2024 وأضف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود التحول في قطاع الطاقة حيث يذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024 لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار سجلت مؤشرات البرصة ارتفاعات جماعية في أولى تداولاتها بعد عطلة عيد الأطحى مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجنب فيما مالت عاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.837 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8 مليارات ونصف المليار جنيه تضمن التعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت عاملات سوق الأسهم نحو مليارين وثمانمائة مليون جنيه وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.44 من 100% ليصل إلى مستوى 27.062 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.93 من 100% ليصل إلى مستوى 6103 نقاط شملت الارتفاعات أيضا معشر EGX100 الأوسع نتاقا والذي زاد بنحو 2.98 من 100% ليصل إلى مستوى 8810 نقاط في منطقة الخليج قفزت الأسهم السعودية مدعومة بمكاسب واسعة النتاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأطحى التي استمرت أسبوعا في حين أغلقت معظم برسات الخليج على انخفاض وارتفع المؤشر القطري 2.10% مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة عشر وهي أطول فترة سعود منذ نحو عام في المقابل نزل المؤشر الكويتي 3.10% والبحريني 1.10% والعمني 0.5% قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك أن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ وخلال زيارته للصين أكد هايبك ضرورة أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم ترجمة نانسي قنقر